ومجدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفري يا زائري بقعتين أطفالهم ذو بحيات فيها خذوا تربها كحلايا إلى البصري وله فتاه لبنات الطهر يوم رنايت إلى مصارع قتله والحفري ماذا صنعني يا سيد قال رمينا بالنفس من فوق النياق على يا إقرأوا إياي تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تدعو حسينا وياه يلاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تناديه وجداه وأبتاه لا تخلينا أحشمك هالليلة ليلة مصيبها وتلك تنادي ويتماه في الصغري كيف حال زينب يا سيد قال قال فلو ترى وأمك الثومين مناشدتين أمك الثومين والهوة يلثم تربط طاف كالعطر شنو عندك يا زينب يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربايا على قمر رشوا على قبره ما انفى صاحبه معطشون بللوا احشاه بالقطر بعد تحملها البيت لا تخرجوا اسهمان في جسمه نشبت يا سهم تنشد عنا الحورة زينب سهم كثير التي اصابت جسد الحسين خوفا يفور دم يطمو على البشر لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوت في الصغر لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدين فالرأس عين جسمه حتى اليدين بري يا راجعين السبايا قصدين إلى أرض المدينة ذاك الماربع الخضوري ويا زينب ويا زين العابدين خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم اشتركوا في القناة وخاطبوا الجد هذه تحفت السفر اشتركوا في القناة